اشتركوا في القناة حد قوي فتخسر منه حد يعني له سبب معين فيضيع لك حلمك انما نعود عمري كله وانا داخل على الستة وخمسين منهم خمسين سنة بشجع فرقة بتضيع لاسباب غير مفهومة انعي اليكم اليوم ضياع الدوري من نادي الزمالك بعد انتهاء المباراة امام الجونة ورفاق كابتن احمد ياسر ريان بالتعادل وضياع الدوري بلا سبب واضح النهاردة كل الجرائد بقى كانت في ايه العودة بقى للدوري والمنافسة بين الاهل والزمالك ومعسكر مغلق للزمالك استعدادا للجونة وبعدين ايه قال لجون عالمي لطارق حامد يعني يا طارق يا حامد وبعدين ضاع راح ما بقدرش افهم يعني يعني لو الزمالك مثلا يخسر الدوري في مباراته زي ما ليبر بول كده خسر بنقطة قدام منشستر سيتي مش عارف حصل ايه الاهل اللي يجرى ايه اللي اسماعيلي يبهد الايه انما بقى لي خمسين سنة بخسر الدوري لاسباب غير مفهومة ودائما وابدا تكون متقدما بالنقاط وبالمدرب وباللعب وبالهندسة وباللعيبة وبعدين فجأة يحدث شيء غير مفهوم يبدو انها مش مصرفة لنا يعني يبدو انه هذا شيء غير يعني يعني الزمالك حظه مش كده يعني المفروض ما يحصلش وبعدين هقول الجملة اللي بقولها بقى لي خمسين سنة طب السنة دي ما نفعش طب ده انا ده انا السنة دي قلت ايه كان ليه التصريحات يقولك ايه تصريح ناري العمر ادي لا يمكن الزمالك السنة دي يخسر الدور ده انا جبت واحدة بتاعت كوتشينا واحنا متقدمين عشر نقط قالتلي الزمالك هيخسر الدور بتلها لا ده انا شعري ده كان كده كاستنائي وبقصة حقصه كله ما فيش مش مفهوق يعني شيء انا بتكلم جد والله شيء داي يعني ايه الجدوة من التشجيح يعني ايه فرقة في العالم او اي دوري انت بتشجع فرقة بتطلع درجة تنزل درجة السنة دي تاخد الدوري ايه 3-4 سنين تبقى off season وبعدين ترجع season انما انت اف على طول اف على طول اكيد في حاجة اكيد في شيء علمي ما ما وانا مش هعيش حياتي يعني انا مركب دعامة جماعة يعني 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 احنا مماشيين عشر مدربين وعشر لعيبة وكهربا راح وكهربا جي ومش عارف ايه واجري وروح وفلوس ومفتاع وبعدين ايه السبب اكيد في سبب ما منطقي يعني في سبب ما يمكن التفاهم عليه منذ ايام كابتن حلم زامورة لغاية النهاردة عايز افهم ايه السبب يعني حتى بالتتالي حتى بالصدفة حتى بالقانون التعصر انه النادي الاهلي يتعصر ان النادي الاهلي يقع ان النادي الاهلي لعبته تبقى متضايقة ان النادي الاهلي يبقى عنده ادارة يعني حتى بالاسباب ال اليابتع تلخص مش اسبابها انما لا يعني يحدث كل هذا يتعصر الاهلي ولعبته يمشوا ولعبته ييجوا وما يبقاش فيه ومش عارفة وبرضه يضيع الزمالك شيء يعني بصراحة بيفقد المنافسة معناها بيفقد الدوري نفسه معناها طب أنا أشجع الزمالك السنة الجاية ليه؟ قلولي سبب يعني أنا دلوقتي خلاص راح الدوري السنة دي فأي حد عادة يقولوله إيه؟ يعني برشلونة مثلا لما ياخدش الدوري ريال مدريدة ما ياخدش الدوري ليفر بول ما ياخدش دوري يقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ قالوا إيه لليفر بول أو لصلاح أو لكلوب السنة دي قالوا لهم إيه؟ لهم معليش معليش السنة الجاية مش كده؟ طب أنا السنة الجاية ما بجيش أنا واي في مكاني بقالي خمسين سنة أنا في ربعة ابتداي بتفرج على فاروق جعفر وحسن شحطة وعلي خليل نقطة أنا ما شفتش الدوري من قبل ما اختروا الايفون قلولي أكمل كرة ليه؟ يعني قلولي إيه الفكرة؟ يعني غير إن أنا أتنكد مهما يعني على فكرة بقدر أتفهم أشياء منطقية نوادي كبيرة آه والله جالنا بيرمدس كانت إيه للسنة دي آه مش عارف إيه؟ إنما على طول بلا سبب هذا ما لم نسمع بيه من قبل فأنا بنعي ليكو يعني وبعتذر عن السقة المفرطة اللي كنت واخدها قوي السنة دي السنة دي طبعاً تعرفين ده دوري سنة ده دوري سنوي إحنا بقلنا سنة في الدوري بعتذر إن أنا من سنة قلت لكم إنه زمالك واخد الدوري وإنها مسألة ما ولو قلت كده تاني لا لا وأنا حعتذر بقى للناس بالأسامي باللستة بالإسم ده أنا مراهن نص البلد هعيش من إين ده أنا أجيب صويرس الواحد وقف على الباب زي حواس مستني يرجع لوس أنجلوس بالرهان ترجمة نانسي قنقر